شرائين والأوردة شرائين وهي الأوعية الدموية التي تخرج من القلب سواء كان تحمل دم مؤكسج مثل الأبهر وبغاز الأوكسجين دم مؤكسج أو غير مؤكسج مثل منو شريان الرأوي إذن الشرائين هي جميع الأوعية الدموية عليك أن تخرج من القلب سواء كان دم مؤكسج مثل الابهر او دم غير meeksage مثل الاشريان الر اوي اشوف الدم يخرج من القلب سواء كان بالابهر او الشريان الر اوي شريان الابهر او الشريان الر اوي اسمه شريان اما الاوردة وجميع الاوعية دموية لتدخل القلب هاي الاوعية دموية تدخل القلب مثل منو الويد انسимость الالويد و الاجو pozi والويد الاجوه في لاسفل دم غير مؤكسج أوردة الرأوية دم مؤكسج يسمونه أوردة أوردة رأوية وريد أجوف أعلوي وريد أجوف سفلي تدخل الدم للقلب يسمونه شريان وهذا الشرايين شريان الأبهر شريان الرأوي هذول أوردة وريد أجوف أعلى وريد أجوف أسفل أوردة الرأوية هاي شريان أبهر شريان الرأوي شرايين هي خروج الدم أي شيء يخرج أوردة تحمل هذول أوردة وريد أجوف أعلى وريد أجوف أسفل أوردة الرأوية هاي شريان الأبهر إن دحالي في الطريقة السملة ساوي وريد رأوية شرائن سمول علوة أو سفلي وكل ما ابتعدنا عن القلب .نجد ان الشراين была قطرة ويتغير سمك جدرانه يعني هنا سمك كبير وكني يصفيش سببين حتى Whablic أصغر 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 إذن كل ما ابتعدنا عن القلب نجد ان الشراهين أو الأورده يقول قطرها ويتغير سمك جدرانه طبقاتها تتكون منها جدران الشراين والأوردة ما هو الطبقات التي تتكون منها الجدران والشراين saç الغلالة الداخلية ، الغلالة Ou top الغلالة الداخلية الغلالة الداخلية من طبقه بطاني شرائن والأوردة مبطنة بطبقة بطانية مكونة من نسيج ظهاري بسيط وطبقة من نسيج ظام بألياف مارينو كولاجين انسجة طلائية او سموها الظهارية نفس الشي اذا اقول انسجة طلائية او اقول ظهارية نفس الشي اذا يتألف البطانة اللي متألفة من الغلاد الداخلية من شنو نسيج ظهاري حرشوفي بسيط او اقول نسيج طلائية حرشوفي بسيط هذا الشكل سنشوفه هذا هذا متألف من خلايا حرشوفية شكلها حرشوفي هذا نسيج طلائية حرشوفي بسيط يبطلني الأوعية الدموية حتى بالقلب ترى نفسه القلب من قلني متألف من الشغاف والنخاب اثنيناتوا بهم نسيج طلائي حرشوفي بسيط هذا هو نفس الشتركيب الموجود بالقلب ووجود بالأوعية الدموية والنسيج ضام حاوي على الياف المارينة والكولاجين هذه الياف مارينة صفراء والياف كولاجين اثن متألف هاي الغلالة الداخلية المبطنة طبقة المبطنة متألفة من شنو من نسيج طلائي حرشوفي من الداخل وبيب داخله شنو الياف مارينة وكولاجين ثانيا الغلالة المتوسطة تتألف من الياف العضلية الملساء مرتبة تكون دائرية تكون محاطة بطبقة من الياف المارينة الياف تكون بها مطاطية مارينة يعني شنو بها طبقة من عضلات الملساء هاي العضلات الملساء مرتبة بشكل دائري مبطنة للأوعية الدموية سواء كان شرائن أو أوردة وهم بها الياف مارينة والياف بها كولاجين شوفوا مني نقول انسيج ضامة انسيج ضامة او رابطة نفس الشي نفس الاسم الغلالة الخارجية تتألف من نسيج رابط يحوي أوعية دموية صغيرة تغذي جدران الأوعية الكبيرة يعني هاي خلايا حية شوف هاي خلايا حية هميها أوعية دموية تغذيها شوف هاي طبقة الخارجية تحتويه شنو تحتويه عن نسيج رابط يحوي أوعية دموية هاي شنو هاي الأوعية دموية تغذينا الجدران الأوعية الكبيرة لان هي خلايا حي يحتاج لها غذاء ما تقدر تاخذها من المبطنة هاي طبقات تغذي الكبرى الأوعية الكبرى تحت أوعية دموية صغيرة تغذي جدران الأوعية الكبيرة سواء كان شرايين أو أوردة شوفوا هاي هاي طبقة الغلالة الداخلية ووسطة وموجودة خارجية ثلاث طبقات شوفوا هاي الغلالة الخارجية وبطنة باع من نسيج طلائح ورشوفي ونسيج ضام يحتوي على علياف مارينة وكولاجين طبقة الثانية تحتوي على علياف علياف عضلية ملساء تتقلص بمرتبة دائريين وها تتقلص بكيف سهابها عضلات هاي ملساء طبقة من علياف المارينة حتى تتوسع وتتقلص بوجود يعني دمها من واحد يرتفع ضغطة أو يقل الضغط يعني تنظيم تنظيم الدم والطبقة هاي سنشوفها الخارجية هاي الطبقة الخارجية إذن متألف مثل الطبقات اشتركوا في القناة